موسيقى موسيقى تحية طيبة ومشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التلغراف التي نشرت موضوعا بعنوان تنظيم الدولة الإسلامية يحقق أكبر تقدم له قرب الحدود التركية خلال عامين الموضوع الذي أعادته لوسيا لوفلاك من اسطنبول يفرد مساحة واسعة للحديث عن تأثير الهجوم الذي شنه التنظيم شرق حلب ودفع ألف سوريين للهرب وترك منازلهم وتضيف لوفلاك أن الهجوم الذي يجري على ثلاث محاور يهدد بسيطرة التنظيم على آخر المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية غير الإسلامية في حلب شمال سوريا وتشير إلى أن التقارير توضح أن ستة ألاف سوري هربوا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد غربي حلب بينما انضم الآخرون إلى أكثر من 165 ألف نازح يقيمون في الحقول والأحراش المحاذية للحدود التركية المغلقة حاليا وتعتبر لوفلاك أن التنظيم في حال سيطرته على العزاز ومارع سيوسع مناطق سيطرته المحاذية للحدود التركية بما يزيد قوته على أرض الواقع ويسمح لمقاتله بتهديد معبر باب السلام الحدودي بين سوريا وتركيا حيث يحتشد النازحون السوريون ويتوقع أن ينضم لهم آخرون وتقول إن مقاتلي التنظيم اقتحى مبارع الجمعة وتمكنوا من الوصول إلى المستشفى الرئيسي وحصره قبل أن يتم إجبرهم على الانسحاب غير أن الجميع يتوقع عودتهم مرة أخرى وتنقل لوفلاك عن أحد العاملين في المستشفى قوله نشعر بالخوف الشديد فكلنا نعلم أن تنظيم الدولة الإسلامية سيعود مشيرة إلى أنه بالفعل عاد مقاتل التنظيم بعد الساعات للقتال الذي استمر طوال ليلة السبت وتشير أيضا إلى أن النشطاء والمتابعين يؤكدون أن مقاتلي المعارضة نجحوا في توسيع المنطقة العازلة حول عزاز مشيرين إلى أن التنظيم في الغالب يستخدم هذه الانسحابات التكتيكية لإرهاق قوات العدو قبل أن يقوم بهجوم مضاد يسيطر به على المناطق المحيطة بمجهود أقل وبالانتقال إلى وكالة أنباء الأناضول نقرأ موضوعا تحت عنوان جويش أغلو تعاون واشنطن مع البيدي بسوريا لا يندرجو ضمن القيام الإنسانية حيث وصف وزير الخارجيات التركي مولود جويش أغلو تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع منظمة البيدي الإرهابية في سوريا بأنه خطوة خاطئة لا تندرجو ضمن إطار القيام الإنسانية وقال جويش أغلو للصحفيين أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم على خوض مرحلة خطيرة حيال مستقبل سوريا من خلال التعاون مع تنظيم بيدي الذراع السوري لمنظمة البككي بذريعة اقتراب نظام بشار الأسد من السيطرة على مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة داعش وأضاف أن هدف البيدي هو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من المساحات في سوريا وأن تعاون واشنطن معها يعد خطوة خاطئة لا تندرجو ضمن إطار القيام الإنسانية وفي هذا الصدد أشار إلى أن بلاده حذرت الولايات المتحدة من مغبة التعاون مع البيدي لافتا إلى أن واشنطن وموسكو فضلت التعاون مع التنظيم الإرهابي ودعمه رغم التحذيرات التركية وانتقد الوزير التركي تأخير واشنطن إرسال منظومة الدفاع الصاروخي هي مارس إلى شهر أبل مقبل قائلا اتفقنا فيما سبق على أن تقوم الولايات المتحدة بإرسال هذه المنظومة خلال الشهر الجاري إلى أنها خالفت عودها في هذا الخصوص بل وذهبت إلى أبعد من ذلك وأرسلت جنودها ليرتدوا ملابس عليها شعارات التنظيم الإرهابي فهذا ليس تصرفا صادقا ولا يمكن أن يصدر من حليف واصفا ذلك بسياسة ازدواجية المعايير ونطالع في صحيفات الحياة اللندنية مقالا لمرح البقاع المعارضة السورية ضيعة الأمانة عبرت فيه الكاتبة عن خشيتها من أن ملايين السوريين الذين نجوا من دوامة الموت في الداخل ستنتهي بهم برحلة العمر في دول الشتات من دون أن يغمضوا أعيونهم للمرات الأخيرة على مشهد الصباح في سوريا وتتساءل الكاتبة فهل المعارضة هي أحد الأطراف المسؤولة عن اضطرام أوار العنف والدمار والموت الذي يرزح السوريون تحت غلوائه منذ نيف وخمس سنوات لا بد من العودة إلى أول تشكيل معارض التأم في العام الأول من الثورة حيث تم تشكيل المجلس الوطني السوري على أرضية من فراغ وكان مجرد بالون صوتي كبير لا قواعد مؤسسية له ولا نظم سياسية يستنل إليها بل مفاضل بين أطرافه على قاعدة من محاصصات مقيتة انبرت لأحزاب شبه وهمية تجمعت في عجالة لتجد لها كرسيا ولو بثلاث أرجل في المجلس العتيد اتضحت لي سودوية المشهد السوري المعارض منذ الاجتماع الأول الموسع للمجلس في تونس وأعلنت استقالتي في اجتماعه الثاني ومنذ عام 2011 حتى تأسيس أحدث مجموعة للمعارضة تضم للمرة الأولى ممثلين عن الفصائل المقاتلة وهي الهيئة العليا للمفاوضات في نهاية 2015 بالعاصمة الرياض والأمراض التي اعترضت المعارضة على حالها بل تضخمت وانتفخت بحث استحال التحايل والتدافع للوصول إلى المناصب والتمتع بنفوذها ومكرماتها إلى صراع شرس وكيدي في أروقتها السياسية وإلى مواجهات دموية بين فصائلها المسلحة على الجبهات العسكرية تكاد تؤدي بنا جميعا إلى حافات الهاوية فصل المقال يكمن في حجم البدخ السياسي والدبلوماسي الذين حظيت بهم المعارضة السورية وهما فرصتان ذهبيتان لم تحظى بهم معارضة سياسية سابقا ولكن للأسف الشديد فشلت في إدارة رأس المال السياسي الذي منحتها إياه 143 دولة صديقة في العالم وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة صدق رسول الله وختام حلقة اليوم مع شبكة شام ومقال لرناه شام بعنوان بالمختصر نحن السوريون كننا سلفيين إخوانيين علمانيين معتدلين قامت في الكاتبة تبدأ معظم مقالاتنا بمازال الكلمة الأكثر ملاءمة للواقع وللفكر الرائج في سوريا والاستمرارية بالتعنط والتبعية والمناطقية تجعل كلمة مازال هي الكلمة المستأثرة عن غيرها في صدارة المقالات والأخبار وحتى الفكر الديني المنتشر بين أفراد المجتمع الذي غفل عن التعبير ذاته باستقلاله عن الفكر الذي تربى عليه وإن فكرت أن تسأل أحد قادة الفصائل التي تزعم أنها أقرب للسلفية أن يعطيك شرحا عن الفكر السلفي لتلعتمد كلماته وأخبرك ما يردده مشايخ هذا الفكر في بداية كل حلقة أو كل حديث لصحيفة بأن السلفية هي أتباع السلف الصالح وهو في الواقع ما نقوم به نحن كسوريين ليس أكثر لتكتشف أن كلمة السلفية هي موضة العصر وبعبع هذا الزمان لذلك فالكثير من الفصائل تقرون تشكيلتها به أما إن سألت مناصرا للإخوان أو عضوا من جماعتهم عن معنى الإخوان يبدأ بالسرد أن حسن البنة هو من أسسها وأنه فكر يسعى للإصلاح الشامل وأن هذا الحزب أفسس كأول فكر سياسي إسلامي وماذا بعد لن يجيبك لأنه اعتاد على هذا ولا يعلم أصلا إلا ما ضخ في ذهنه خلال فترة انتمائه لهذه الجماعة في بداية كل اجتماع وإن سألت أحد أعضاء الاتلاف الذين يدعون العلمانية ما العلمانية؟ فإنه سيبتسم ويقول لك هي الحرية الحقيقية وفصل مؤسسات الدولة المدنية عن الدين وإن سألته عن القانون الداخلي لهذه المؤسسات وهيكليتها فإنه سيستأذن منك وينصرف لأنه لا يملك أدنى معرفة بهذه الأمور فدوره ينتهي عند هذه النقطة التي تعتبر بريستيج جماعة الفنادق هذه الازدواجية التي يعيشها المجتمع قد أخرت من انتصار الثورة وجعلتنا نبقى لأتباع بدلا من أن نتحول إلى فكرة مواطنة وبتنا ننعت الناس باعتقاداتهم السلفية أو الإخوانية أو المعتدلة أو العلمانية بالرغم من أن جميعهم تربى على فكر واحد وعادة أقرب لبعضها وبالرغم من أن صلاة أحد أصدقائي بالجامع في كل وقت أو صيام أحد أعضاء الائتلاف أو تربية اللحية لقائد فصيل لا يقدم في حياة السوريين ولا يؤخر ولا يؤثر في رحيل الأسد بالمناسبة وبعد مرور خمس أعوام ونيف على الثورة كلنا سلفيين إخوانيين علمانيين معتدلين بالمختصر نحن سوريون نريد وطنا حرا وكرامة وبعضا من الإنسانية بعيدا عن لصوص الأزمات ومتملقي المناصب وبهذا المقال مجاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة